دار الإفتاء المصرية قالت أن موت المسلم بسبب فيروس كورونا بيدخل تحت أسباب الشهادة الوردة في الشرع الشريف وأضافت دار الإفتاء في أحدث فتواها أن موت المسلم بسبب فيروس كورونا داخل في أسباب الشهادة من جهات متعددة من بينها تفاقم أمره وشدة ألمه واللي جعلها العلماء سبب أجر الشهادة وكمان أن مرض الكورونا داخل في المعنى اللغوي العام لبعض الأمراض المنصوص عليها في أسباب الشهادة كالمبطون ومن ضمن الأسباب أيضا أن الموت بسبب فيروس كورونا بيدخل تحت اسم الطعون لأن معنى الطعون عند كثير من المحققين وأهل اللغة هو المرض والوباء العام